إذن مرحبا بكم مشاهدين في كل مكان وحييكم أينما كنتم ومرحبا بكم وسهلا في هذا المباشر اللي لا ينتكلم فيه بين الله تعالى عن الجديد فيما يخص استفزازات المخزن لإسبانيا إذن لا تنساوا مشاركة الفيديو من فضلكم حياكم الله جميعا حياكم الله أينما كنتم لحظات نبدأ وإن الله إذن لا تنساوا مشاركة الفيديو لا تنساوا مشاركة الفيديو من فضلكم مرحبا وسهلا إذن نحن في العدد يبعا نواقف التعاليق واقفين التعاليق واقفين طبعا نحن دائما في هذه الحرب الإلكترونية إذن لا تنساوا مشاركة الفيديو من فضلكم لحظات نبدأ إذن إذن لحظات نبدأ إن شاء الله لا تنساوا مشاركة الفيديو من فضلكم إذن نمشو على بركة الله إبدأوا على بركة الله فهذا اللايف سنتحدث كيف كتلكم عن الإزراءات اللي اتخذها المغرب من جانب واحد فيما يتعلق بما يسمى بعملية العبور مرحبا 2021 سنتوسع في هذا الموضوع لكن قبل ذلك سنذهب إلى بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية تحت عدد ميتين وثمانية إذن البلاغ ميتين وثمانية عن وزارة الدفاع الصحراوية يقول بأن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد نفذت عددا من العمل من الأقصاف ضد قوات الاحتلال المغربي إذن تقول بأنه يوم أمس الأحد نفذت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أقصافا ضد قوات الاحتلال في المواقع التالية قصف مكثف استادف قوات الاحتلال بمنطقة مدقا بقطاع البكاري أصف مركز استادف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لعقد بقطاع المحبس أصف عنيف استادف قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس أما اليوم الإثنين فقد قصفت وحدات من أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أملكتا بقطاع المحبس أصف مركز استادف تخندقات قوات الاحتلال ومنطقة تقرارة الفرسيك بقطاع المحبس هذا وتشهد المنطقة يعني تشهد المنطقة مجموعة من الأحداث اللي هي أحداث استثنائية حيث اليوم كما نشرنا في الصفحة لاحظنا أو توصلنا بفيديو يظهر تحليق مكثف للطيران الحربي الجزائري في أجواء مخيمات العزة والكرامة في ظل الأخبار العاجلة التي تحدثنا عنها للتأمس واللي هو تشغيل منظومة الدفاع طويلة المدى وبعيدة المدى للجيش الجزائري يوم أمس طبعا فقط عن طريق مصادرنا دون وجود أي تأكيد رسمي بخصوص ذلك تحدثنا أيضا بالأمس عن قيام وحدات من سلاح الجو الموريتاني بإرغام طائرة حربية مغربية من نوع F-16 على الهبوط اضطراريا في أحد المطارات السرية شمالي شرقي البلاد يوم أمس هذه التطورات حدثت في وقت يعني انتشر فيه خبر استهداف جيش الاحتلال المغربي لمنطقة البريقة وهي منطقة تشهد يعني توافد العديد من الأشخاص وتشهد نشاطا مرتبطا حسب ما قيلنا بعمليات بيع الوقود في الحدود الصحراوية الجزائرية المغربية أو عفوا البريتانية إذن في هذه النقطة بضبط حيث يتواجد عدد من الأشخاص الحمد لله يعني بالأمس تم استهداف هذه النقطة من طرف جيش الاحتلال المغربي ولكن دون تسجيل خسائر بشرية في المكان ملاحظين على أنه المحتل المغربي يحاول عن طريق الصفحات الفيسبوكية وإعلامه الموجهة إلى الحديث عن مناورات الأسد الإفريقي ويحاول أن يوهم شعب الكوليخ على أن هذه المناورات تجري في أرض الصحراء الغربية بل يعني يذهب إلى حد أن هذه المناورات تجري على بعد مشارف قليلة أو على مشارف الحدود الجزائرية في خطوة تهدف إلى إيهام شعب الكوليخ أنه جيش الاحتلال المغربي يعنده جيش قوي وأنه يتحدى الجزائر وأنه لا يخشى الجيش الجزائري اليوم إدارة أفريكوم خرجت عن طريق البنطاغون خرجت ببلاغ تنفي فيه تنفي فيه مرة ثانية يعني في المرة الأولى خرج بلاغ للبنطاغون ينفي نفيا تاما أن هذه العمليات تجري في أرض الصحراء الغربية بعد ذلك شاهدنا ما يسمى ببلاغ الدوان الملكي المغربي وقالوا بأنه صاحب الدجاجة والقائد الأعلى ورئيس منعرفاش يأمر بتنفيذ مناورات الأسادة الإفريقي يعني وكأن هذا القائد الهمام هذا القائد البطل يتحكم في الجيش المغربي ويتحكم في الجيش الأمريكي ويتحكم في الجيش السينيغالي ويتحكم في كل جيوش العالم هذا صاحب الدجاجة الذي لا يستطيع حتى يتحكم في دفة القصار في الرباط فبالأحرى أن يتحكم في كل هذه الجيوش أو يدير كل هذه الجيوش خرج علينا ببلاغ نصب إلى الدوان الملكي المغربي وتفخر به يعني تفخر به شعب الكليخ تفخر به هنا وهناك لأن بطولاتهم طبعا دائما هي بطولات وهمية فتفخروا ببلاغ سيدهم قبل أن يصدر بلاغ هذا اليوم ينفي مرة ثانية أن هذه المناورات تشمل أرض الصحراء الغربية وهي منطقية لا يمكن أن تشملها لا يمكن بالمنطق المنطق يقول أنه حتى في ظل نقول لك عنه نقول لك عنه مثلا هذه المناورات ربما تجري في هذه المناطق لنشو بعيد لكن في عز الحرب أمريكا عندها وذنين وعينين في كل مكان يعني مخابراتها من أقوى المخابرات في العالم جايب أخبار ما يزري في مخيمات العز والكرامة كما هي جايب أخبار ما يزري داخل القصر في الرباط يعني ما فيبع لها شيء وعارف بأنه هناك حر في أرض الصحراء الغربية إذن من سابع المستحيلات من سابع المستحيلات تعرفون من سابع المستحيلات والله قام من تاسع المستحيلات أنها ستدخل هذه المنطقة وتعرض يعني قواتها وجيوشها لخطر ربما الإصابة بنيران صديقة أو ما شابه ذلك من الأشياء التي نشوفها في مثل هذه الحروب هي حتى البل البل يعني البل موجودة في المنطقة حتى الغنم الموجودة في المنطقة حتى يعني أهل الحية الموجودين في المنطقة ممنوعين على أنهم يقعدوا في هذه المناطق التي فيها التوتر فبالأحرى أن تأتي جيوش وطائرات ومعدات عسكرية وجنود إلى أرض فيها الحرب أصلاً ولكن طبعاً شعب الكوليخ يبغي يسمع النغبة التي تعجبه نغبة على أنه يعيش في كنفي دولة وأنه لديه قائد همام بطل بطل المغوار يعني لا يشق له غبار ونحن نخلوهم يعني في أحلامهم خلوهم يعيشوا أحلامهم طبعاً أحلام اليقظة إلى جانب يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع اللي هو موضوع الحرب تحدثنا البارح في حلقة مهمة عن مأساة الجنود المغاربة السابقين يعني اللي شاركوا في حرب السحراء الغربية الأولى وتكلمنا عن مؤساتهم ومعاناتهم وقلنا بأنه في الأيام الماضية أعز إليهم بأن يذهبوا إلى المحبس لتنظيمة يسمى بمؤتمر أو تجمع تجمع لأيام اللي ما يسمى بمطرودية الجيش وقدماء المحاربين وقال لهم رأيكم إليهم مشيتوا للمحبس ونظمتوا هذا اللقاء فهم وفي هذا الوقت بالضبط رأي بالتأكيد أنه لرسالتكم ستصلوا إلى صاحب الدجاجة القائد الأعلى وسيأمروا بإنصافكم لأنه تنعطي لكم حقوقكم وهي كذب بياناً لأنه أصلاً لا عدد يعطيهم حقوقهم نظام المخزني العكس يعني يريد إذلالهم يريد أن يراهم في هذه الوضعية يريد أن يتفرج على مأساتهم بل يتلفظ على مأساتهم وأكيد أنه لا تعوزهم الإمكانيات يعني القصر لا تعوزهم الإمكانيات والله حتى الجيش المغربي لا تعوزهم الإمكانيات من قبل ما نتكلم عن اليوم في فترة الحرب عنده يعني عنده إنفقات كبيرة وهناك حديث عن زيادة ميزانية الجيش لأنه طبعاً في خضام الحرب لا بد من هذا الأمر لكن في فقط السابق كان بإمكان تسوية هذا الملف وإنصاف كل هؤلاء الجنود ولكن النظام الزريبي نظام المخزن يشتغل بمنطق جوّع أعزكم الله يتبعك هو يمعن في الإبقاء عليهم على هذه الوضعية بل يسر على أن يراهم هكذا يتباكون يتباكون البعض راح تحدثنا عن قصصهم ومررنا أحد الفيديوهات الذي يتحدثوا عن قصتهم بل مررنا على أنه هناك فضيحة هم اللي أثاروها يعني هذو الناس اللي شاءوا للمحبس من أجل أن يتذكروا أصدقاؤهم وزملائهم السابقين رحمة الله عليهم في كل الحالات مشاوا لإحدى المقابر الموجودة في المحبس وهناك تحدثوا لنا عن قصة وجود سبعة وسبعين جندي مغربي مدفون دفنوا جماعيا في حفرة دفنوا ما نقوله قبر لأنه القبر القبر له معروف القبر شنو وكان يجب أن يكون لهم قبور متفرقة لأنه هذا أي دين يسمحوا بهذا الأمر واش الزريبة كانت عندها المجازر الجماعية كما في البسنة والهرسك حيث يعني يدفن فصيل بهذه الطريقة يعني حفرة بالتراكس واليحفيه البشر والله يعني ماذا كان الوضع حتى يستدعي على أنه يندفنوا سبعة وسبعين واحد في حفرة واحدة لو كان المغرب الديمقراطي ولو كان المغرب عنده شي برلمان ولو كان المغرب عنده شي مؤسسات نقابية ولو كان المغرب عنده شي صحافة حرة ولو كان المغرب عنده شي شي نقال له الاستقلال يعني أصحاب القرار في المغرب لا فتح التحقيق في هذا الموضوع ولا حسب من كان مسؤولا على هذا الأمر إذا كان يعني كانت إلى عدو مزاله في الحياة ولا أوثير هذا الموضوع حتى إعلاميا جميع بلع صوته يعني لسانه حتى هذا كسبريسو 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 وبسبريسو وما نعرفه يعني أتبارك الله صحافة كاملة فيه كل شي سيس يا غارب لأنك إلا صحافة ولا أي شي هذه الصحافة بلعت لسانها أمام هذا الوضع هذا السبعة وسبعين جندي يعني هذا السبعة وسبعين جندي دفنوه في حفرة واحدة دفنوه في حفرة واحدة إذا كنت أنت تقبل نفسك تقبل أنت كشخص يندفن خوك والله عمك والله خالك والله أمك والله أباك يندفن في حفرة هكذا كالجيف أنا ما نعرف إلا عد تقبل إلا عد تقبل لأن واحد من أهلك يندفن كالجيفة في حفرة ويلتاح بالتراكس ويردم بالتراكس وهو ماشي يحارب في قضية أنت تقول عنها القضية الوطنية الأولى وتقول عنها قضية مصيرية وتقول عنها قضية مقدسة وتقول عنها قضية ما نعرفهاش يعني ما خالق تسمية من تسميات العالية جداً ما سميتها على هذه القضية وأطلقتها على هذه القضية ولكن حينما يتعلق الأمر بالناس اللي توفاوا من أجل هذه القضية ظلماً وعدواناً دخلوا حرباً لا علاقة لهم بها لا مصلحة لهم فيها بل يعني هم بعيدون جداً كيف حد مشاكراً كرا ناس خلصهم فلاشار على أساس أنهم يمشوا يحاربوا معاه واللي مات منهم يدفنوه يعني في حفرة فدفنوا سبع وسبعين واحد في حفرة يعني شاهدوا الفيديو حتى ما يجي حد يكذبنا والله يقول لك يبدأ هذا الشيء لتقولوا أنتم حقيقي والله هذا الشيء أنتم من نسج خيالكم لا 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 هذا ليس من نسج خيالنا هذه الحقيقة المرة هذه الحقيقة المرة هذه حقيقة ما جرى في حرب الصحراء الغربية في نسختها الأولى وأعلم الله ماذا ينتظر الشعب المغربي في الحرب الثانية مقبأ قبر الزناعي يتم أكثر من سبعين جثة سبع سبعين جثة من الموج الرابع أصدر المساة أليس حريهم لله أخرى السواق تاريخ تاريخ وماذا أدرك الهارو أدرك الهارو أيام وأيام وأيام كثيرة كثيرة وكثير منهم مزيوح على العرض حاليا بدون تفن مجهود موجود ولا بغيتوا شوفوه اللي بغيتوا شوفوه اللي بغيتوا أحضر عليه انتوا هدهوا شوفوه يرى إسرائي مزارو يطال عليه من رجال الدين أيه هو حقهم أنه هو اتماع يادهم أنه وأبناهم أنه هو مستقبل ابناءهم أنه هذا لا حل ولا قوة إلا بالله العالم العظيم يك سمعتوا قصة يك سمعتوا قصة قصة هؤلاء 77 واحد 77 واحد دفنوا في حفرة واحدة دفنوا في حفرة واحدة تصوروا 77 واحد اللهم عارفين حتى إلا أريد أن نصوركم المشهد الآن كيف تأشلحهم في الحفرة أنا متأكدين نصور لكم المشهد كما خمع عشناه لا يجيبوا التراكس يحفروا التراكس يحفروا حفرة كبيرة ويجيبوا هاول جثثش واحد على واحد في 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 ساعة ويرفدوهم كلها يرفدوهم من كراع وهذا لا إلى عدل إلى عدل مزار منهم شي ولا يتمولوحهم واحد 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 يلين يلوحوا 77 واحد ويردموا عليهم بالتراب وقموا مع شي ومنين هم أهلهم منين هو إخبار أهلهم منين هو نقل الجثمان إلى أهله منين هو تكريمه يعني هو ماشي يعني القضية الوطنية قلت المقدسة وما نعفاش وهذه قضية وطعنية الطاقية الوطنية وتنفخوا وتنفخوا في الموضوع لأنكم عارفين أصلا أنه موضوع فارغ جدا أنه متعلق فقط باحتلال لأرضي ليست أرضكم لماذا يعني لا يسجون بالشروطة ليوطي وينقالون إلى أهلهم ويغسلوا ويكفنوا ويمشوا لأهلهم ويندفنوا حذالهم وتكتب عليهم أسماءهم شو بشكل لا يعرفهم اليوم هاي 77 واحد شكل لا يعرفهم اليوم شكل شكل من قولنا قولنا شكل هو القولونير هو القوليما شهور والله أفلان لا يقول لك أنه رأيه الحفرة في أفلان وفلان 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 وبالله وفلان ما هو القمة قمة قمة احتقار الجندي اللي ماشي يمكنه يخلي أولاده يخلي أمه يخطه يخلي أهله يخلي القرية اللي هو فيها يخلي الفقر اللي وراه يخلي يجوع كارفيز نحن نعارفين الواقع نحن ما يجري زايد علينا على الواقع. الواقع عارفين وعايشين وعشناه ونعيشوه وحاسين بيه. نحن ما يجري زايد علينا حد والله يجري يعطينا هون الدروس في أي أمر من الأمور اللي نتكلموا فيها. لكن شوفوا هذو الناس بسكين اللي خلاوا وراهم الفقر وخلاوا وراهم كل هذا الوضع اللي ما تغير. رأوا أخا 78 الوضع على ما هو عليه. بل أسوأ مما هو بل أسوأ يعني أسوأ أسوأ مما ذكرنا. هذه هذه 77 هذه 77 لأولادها ما عارفوا أبواتهم من يتوفاوا ما عارفوا الطريقة باش اندفنوا على من تقع مسؤوليتهم. ماذا كون اللي تتحمل مسؤوليتهم؟ ماذا كونت؟ من؟ من؟ اليوم اليوم لا زال الجندي لا زال الجندي المغربي في 2021 الجندي المغربي اللي يموت في حرب السحراء الغربية الثانية نسخة الثانية لأنك لا تستفيدون من الدروس لكم أصلا المخزن دائما مخزن كائن غبية أنا أقولها دائما المخزن كائن غبية رابح في الفلوس هو هو ذكي مع الفلوس ذكي في الفلوس في شمع المال وفي التخاربيق وفي المكايد ذكي ولكن في شي نقال له مقاومات الدولة والإحسان إلى الناس والتصرف بالعقل هو سفر على عشرين ألف سفر لماذا يعني اليوم لا نرى أنه مطالب على الأقل بإعادة تكريم هؤلاء يعني حد يزور هذه المقبرة ويبحث على شكون هؤلاء الناس المدفونين في السبع وسبعين في الحفرة ويعدلهم يعني يعني استخراج جثتهم ويندفنوا كيفما يدفنوا المسلمون ولكن تظنون بأنه النظام المخزني يمكن أن يقدم على هذا الأمر اليوم لازلنا في 2021 نرى مثل هذه المشاهد أنا متأكد أنه الآن يعني في ظل الوفيات التي تحدث داخل جيش الاحتلال المغربي أنه كائن الذي يدفن في الصحراء الغربية وكائن الذي يدفن نصه ويخل نصه في الخلاء وكائن الذي يهرب عنه هنا وراه نظام واحد ما تبدل شيء لم يتغير لم يتغير أبدا وتعالوا تشوفوا شخص آخر يعني حقيقة حتى هو قسته مدمية واحد أيضا من هؤلاء الطحايا يعني من هؤلاء الجنود اللي يبشى وضحى وانتقل إلى رحمة الله يعني الله رحمه توفى توفى توفي إلى رحمة الله وتوفى مسكين ماك بضحقه ناضل هنا وهناك وقف الشوارع وتعتاصم وسافر وتكلم ومكتو أكرع وانتقل إلى رحمة الله دون أن يأخذ حقه وحقه معلق طبعا في الناس اللي مسؤولين عن ذلك نسمع قسطه حققتا يعني شوفوا قسطه مؤثرة قسطه مؤثرة وهي قصة كل الجنود المغاربة اللي اللي ضحاوا من أجل الملكية ضحاوا من أجل الملكية والثانين كذلك اللي جايين في الطريق حتى ورهم يضحوا من أجل صاحب الدجاجة لأنهم مجندين وراء صاحب الدجاجة أولا نشوفوا نشوفوا من إيه حقه ماه صاحب الدجاجة من إيه اللي هي الدماء صاحب الدجاج وشدور وفتروره كثيرة والوركسيز والقلتاب والفارسية والعرقوف وشارس في بناء حزام أمني وبناء الحزر أمني الشطر الآخر دياله دياله شارس مني قلت سنور حمار خبال مرحب السالح كانوا شاكي أعطيكم خمسة روديا لماه الواحد في القوس وشبه كنا تنشارك وحنا خمسة تنشارك المدينة نصوبوا بيئاتي والقهوات والعجنوبي وربا دوغير ما كانش توصل وكان فلا واحد يأخذ فيدوتين قولوا فيه ومني تجير عطس نشربوا نقول لأن نشارك شد الناس في ذال الوطن ما عندي لسالة شفيع دوخوهم دوخوهم قالوا لنا كنتم ماشيني من أجل محاربات مني صالح الوطن هذه قضية الوطن هذه النورا تحارب الوطن وأن عرك وطني وخاص تمشي التقاتل على الوطن وخاص تكون وطني شين هي وطني وطني عند المخزن المخزن المفهوم الوطنية عند المخزن شن هي هذه الوطنية عند المخزن خاص لنفهم ونع Range ماذا يعني المخزن المخزن بين وطنية ضع الوطنية ح ​ح detected يقعد هو وراك يمشي يقبض المكان المريح المكان اللي فيه الامتيازات وفيه الاستفادة وفيه الفلوس وفيه الطبيعة الزينا وفيه الاكل الزينا وفيه الدراسة الزينا ويرسلك انت قدام يقول لك سير حرب سير حميني هذا رغض العيش اللي أنا فيه لا تحميه لي باسم الوطني يا رانك وطني منين تعد دافع عني حق حد وتخلي لي أنا مستفيد من الخيرات رانك وطني انت رانك وطني انت رانك من اكبر الوطنيين ورانك مجند وراي وانا نقعد وراك انت رانك مجند وراي لانك وطني وانا نقعد اللوران نقعد نقابل الخيرات نصرق وننهب وكذا هذا هو مفهوم الوطنية فلذلك هما مسيكينين مشاو على اساس انهم قايسين الوطن قالوا لهم رانك كنتم مش تحاربوا من اجل الوطن رغم الاعداء والمرتازيقاء والشرديمة وقطع الطرق ورغم نقل عمنا الصحران المغريبية وحنا الصحران المغريبية وحنا الصحران المغريبية وصحران الارض الى ان يريث الله الارض ومن عليها دوخوهم دوخوهم الخطاب خطير جدا خطاب دوخوهم وكاينين طبعا ذوك اللي اصلا ينشروا هذا الخطاب كاينين فانتوك الملحينين والمطريبين ذوك اللي يغنوا اغنية فا 24 ساعات انا ما قد شفت 24 ساعات انتش فيها اغنية كون عند المخزن واحدو 24 ساعات انتشت اغنية باللحن وبالكلمات وبكل شيء وبالاذاعة والاشهار وكل شيء تنتصر ويعود شعب الكل اخكام يرددها استحرامة عيون عينية استحرامة مغريبية وانا عارفها شوشي منك شيء لا علاق لا لحن ولا كلمة ولا استفادة ولا اي شيء غسيل المخ فعلا يعني حقيقة غسيل المخ ويمشي مشكين الجندي على اساس انه راه فعلا راه قايص يحارب شيء في هيته كبير بل تلقى حتى النهار اللي يبغى يحتج بعد يعني هذا الترحلة كاملة من الكارفيس والثمانميت والتشرط والفقر وما قد تطلع عليه نهار زين ما قد تنهار نهار 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 نقوله مثلا صبح مع الصبح صبح على اساس انه راه وتبارك الله جاه الخير من المخزن والله يعني ما كان ينهار زين طلع عليه ورغم ذلك تجده ورا ظهره صورة لهالك يعني صورة لهالك ورا ظهره هو وراه اصلا وراه يحتضر هو يحتضر بسبب اهمال هذاك صاحب الصورة ولكن لو بدلوا من اضع الصورة وراه ظهره خاصوا يقول عاش الملك في المظاهرات إلا بغم ما بدك تقوله راسه خاصوا يقول عاش الملك وهو وراه اصلا الملك هو سبب يعني هو سبب اصلا مشكلته مشكلته سببها الملك والله سببها ابو الملك ولكن يمشي للمظاهرة اللي يوكل فيها تكارفيس والثمانمائة والحصا والدبوس وله يرجع لداره عاش تنهار ولكن لابد داره من الصورة يقعد وراه ظهره عاش الملك والله الواطن الملك يقول انت منين انت اين مكانك اين مكانك في هذا الثلاثة الله الواطن الملك اين انت ومكانك منين مكانك لله روما مستغني عنكم الله قال لكم الله مستغني حتى عن عبادكم الله واقف على عبادكم او الملك الملك راو سارق الوطن او الوطن مصروق من طرف الملك او انت انت ماما شنه الاستفادة لعندك من هذا الشي كامل هل طرحت على رسك السؤال واش طرحت على رسك السؤال انت لماذا تستعمل بهذه الطريقة في كل مرة كمين شفى وتلتاح تلتاح يعني كل مرة تجد يعني جيل كامل يتظاهر من اجل حقه جيل كامل يتظاهر من اجل حق شعبي ومن بعد هاي يزوز هذك هذك الجيل ويجي جيل ثاني اخر كذلك حتى هو يعاني من اجل حقوقه وهي قصة قصة متواترة مكثرة 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 عمر طويل من التمرميد والتكارفيس وفي النهاية ودع الى خالقه دون ان يأخذ حقه الوطن عند الملك يمص فيه يمص الوطن الى يومنا هذك الوطن اللي مشيت من تتحارب من اجله وعنى ويسام الوثام الامة ويسام الشيء من القائد العدى ورئيس حرقنا الحرب العامة ومكثرة الحسن تانى ويسام شايت عبدالبي ويسام الشيء من السيد الجنرال قائد منطقة الجنوب أنا الان عندي خمسة وستين عام بالحرب بغاوني بالقرطاس بغاوني بالسحراء بغاوني وزيروا درهم الشاريح الماوني سوف تقرأ الشيكاية للمالك محمد الثاني يوان الملاكي جوعد الدارك الملاكي في 2014 وعندما معاه البعض بحث اجتماعي ولكني مكينوالو مكينوالو وشادوا بش جزاوا المحارب وشادوا بش جزاوني أنا الأقبل من سربط البوليالي أنا الأقبل من شارك الحروب ومدافعت على واحدة الاضطراب الوطني مدافعت على تاج المالك وعصر المالك تواحد بالدافئة لا أنت ما تنطلب من الله ومن القاعد الأعلى وعيسر في الحرب العامة زلالات المالك واحدة السادس بالدافئة وليستفيدوا له أراكم شفتوا حاله شفتوا حاله شفوا حال الكثيرين للألاف هذا في قدمين في هذه الحرب قدمين أزول الأخ مولاي قدمين قدمين وانتقل إلى رحمة الله رأوا يتكلم قال لك ورسل الرسالة ومشاهد الديوان وجاه الدرك لهلكي وعدلوا معه البحث الاجتماعي كأنه ما يعطوه ما يعرفه شبه القارون وبعد ذلك لا شيء تحقق قال شيني عدلوا شحار موحد بسكين نرسل الرسالة ورسل ثمتين وثلاثة واربعة وخمسة وفي التالي جوه الدرك وعدلوا معاه البحثه ولاحوا البحث في لابوبيل لأنه أصلا أصلا زريبت لابوبيل شن هي شن هي زريبت لابوبيل شن هي عاد ذرك دولة هذه تعتقدوا على أنها دولة هذه اللي تتفرط في جنودها بحالها كل منهم اللي احتوا في حفرة سبعة وسبعين واحدة دافنتوا في حفرة واحدة واللي منهم مزال حي بسكرة ولي تميه فمي يزغي في الشوارع ويتسول إلى نيموت اللي منهم افطنر ولا يمشي لداره يتكمش داره وصافي ويستسلم لي الأمر الواقع وهكذا يعني ما شلاه يوقع في ملك الله سبحانه وتعالى تظنون بأنه لا ينعطانهم حقهم تظنون بأنه لا يتعاملوا معاهم كبشر هم متكلمنا قاع عن أولادهم وأكيد أنه الإنسان اللي ما حس بهذا الموضوع يعني اللي ما عاشه واللي ما استطع والله ما طور قدراته حتى يعود مكان هذا الشخص باش يحس بالألم اللي هو فيه ويحس بالمعاناة اللي هو فيها ويحس بأنه خل أولاده في مكان معين ومشى واركب الكيران وتكرفص وتمرمده وكان معطيش الخامر وكان لبصه الخامر ولا خالك شي ما ما كانوا في حرب الصحراء الغربية ومن بعد طاروا طاروا كراعين طاروا كراعين ثنتين في الحرب وعاد إلى أهله بدون قدمين وفي التالي يورما هكذا بدون تقاعد بدون تغطية صحية بدون أي شيء وشوفوا خلي أولاده قاعد ما تكلمنا على أولاده مشي واحد يقول لك هاش بالله التي تسمع هؤلاء مزوري للحقيقة هذا ما يشوفوا هذا الشيء اللي ينتكلموا عنه ولكن هم شايفين شيء ثاني سمعوا شي يقول هذا واحد المصري موقيم في المغرب سمعوا شي يقول أنا يمكن ظنيت عنه يتكلم على شيء دوله أخرى ما هو المغرب اللي نعرف المغرب اللي نعرف رائه بتكلمنا للمغرب اللي نعرفه كامل نراعي شفنا حقيقته بالصوت والصورة وكل يوم احنا نشوف المغرب الحقيقي ولكنال schreiben الآخر يشوفوا هذو الناس احنا منا شايفينه يمكن مخفي عنا لا تنسمعوا الصورة تحتاج الى 50 سنة يعني جلالة الملك محمد السادس تولى الحكم سنة 1999 اول ما تولى الحكم انشأ هاي اسماهية الانصف والمصالح في 2004 عاما مدونة الاسرة التي عادت للمرأة حقوقها المخضوعة في 2011 عاما دستور انا بسمي دستور الربيع الذي اخرج البلد من عنق الزجاجة كافح الارهاب بتبني المنهج الوسطي ودينا شايفين الحمد لله الامن والامان اللي احنا عايشين فيه استقطاب شركات اجنبية للعمل في المغرب وفي اقتصاد المغرب مسترونو وبيشو وشركات صناعة الطيارات عودة المغرب للاتحاد الافريقي في 2017 بعد قطيعة دامت 30 سنة وكان الملك هو المهندس الحقيقي لهذه العودة وفور عودة المغرب للاتحاد الافريقي ارسل المغرب جلالة الملك شخصيا مساعدات الى 15 دولة افريقية في ظل ازمة قرونة ترميم المدارس التاريخية بتكلفة 385 مليون درهم وهذه المنطقة ده كانت دخلة تبع اليونسكو بما فيها من مساجد ومدابغ وشوارع وازقة ومدارس قام الملك جلالة الملك بترميمها تنمية العيون المهملة اللي كانت مهملة على فترة طويلة بتكلفة قدرها 5 مليار دولار مشروع نور وارزازات لاستخراج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بتكلفة 600 مليون يورو مشروع البراق العظيم اللي أنا بعتبره أعظم مشروع في القرن الـ 21 أعظم مشروع عربي بتكلفة 23 مليار درهم هذا شي مغرب ثاني منا عارفين هنا هذا المغرب اللي يتكلم عنه هذا المصري المقيم في المغرب قال لك عاد المرأة عاد الحقوق آي للمرأة كانت مسرق من هالحقوق يقلت حتى الحسن الثاني كانعات الحقوق للمرأة يكنت قائلين عن حسن الثاني حتى هو عاط الحقوق للمرأة يولا شيخ مولده وليعطي الحقوق مولي للمرأة والتيجي فيه وما نعرفاش والمدارس وصاحب الدجاج هذا صاحب الدجاج واحد وقع على معدل هذا الشيء كامل في الزريبة إلا عدل هذا الشيء عدله في الليل ولن نعلم به من يعرف إنت وقع هذا الشيء غران إحنا ما نعلم به هذه الإنجازات الضخمة لكانت هذه إنجازات حقيقية معناها على أن المغرب ينافس لنفس أمريكا حقوق المرأة قال لك حقوق المرأة هذه أي حقوق أي تشهيد المساعدات كان في المساعدات للدول الإفريقية هذا الشعب سكين اللي يموت من الجوع شكو اللي يساعده شكو اللي يساعد هذا الشعب اللي يمد يده من أجل حقوقه حقوقه مش يبغى يوكل بغى حقوقه اللي أعرق عليها ونشف شكو اللي يعطي حقه أفين هو صاحب الدجاجتك هذا منين هو هذا صاحب الدجاجة اللي أنت تنفخوننا كأنه ما نعرفهاش منين هو منين هو باش يعطي الناس حقوقه منين هو هذا صاحب الدجاجة اللي يعدل كل هذه الإنجازات اللي احنا ما يفرسنا تي جيفي قالك وتي جيفي وما تي جيفي بقت في التي جيفي بقت في التي جيفي تي جيفي رانو من تسريه قوم بريم من فرنسا وتطرحو في لغاية والسلام عليكم رائع يخد التي جيفي قاعد ترفضون تظرك وتطرحو في سحراء منع سيناء ويخدم تي جيفي قالك الشركات رونو ما منع عفاش رونو على زريبة تصنع السيارات واش زريبة تصنع السيارات هي زريبة ما يقدح حتى تقوم دوار واحد تصنع لك السيارات ولان يعني وهذا موضوعنا لانه طولنا كثيرا في هذا الموضوع هو هذا القرار قرار زريبة ردا على الهزيم النكراء اللي عاش هالمخزن في اسبانيا في قضية الرئيس ابراهيم غالي هو تعليق استعمال الموانئ الاسبانية في عملية مرحبة 2021 يعني اليوم المهاجرين المغاربة المقيمين في اسبانيا بالخصوص بالخصوص سيضطرون اللي أبغاوا يجل المغرب في رحلة العبور المقبلة في هذا الصيف خاصم يمشوا إلى خاصم يمشوا إلى فرنسا ويركبوا في موانئ الفرنسية والله يمشوا إلى إيطاليا باش يركبوا في الموانئ الإيطالية باش يجوا للزريبة في الطنجة المتوسط والله يجوا للناظر والله يجوا للحسيم الآن المغزن يتكلم قال لك بأنه اسبانيا عندها خسارة ما نعرف فيها شوف في بلايد الفلانية 20 مليون أورو خسارة والموانئ ستخسر والقهاو سيخسرون في اسبانيا سينهار اسبانيا ستنهار ستنهار يعني بحال أنتم داخلين حرب مع اسبانيا باش تنهار اسبانيا واش هذا عقل واش أنتم دولة دولة والله مسؤولين والله عصابة مقابلين الدول الأخرى تحطموهم أنا ربغيت نطرح لكم هذا السؤال واش أنتم لما تقومون بإزراء معين بحال هذا الإزراء أذرك هذا الإزراء اللي ما عنده لا ساس ولا راس هذا الإزراء اللي ما يعدل لا واحد من قطاع الطرق ما يعد لغار الواحد اللي لا عديم المسؤولية لأنه لا يفكر في شعبه لا يفكر في شعبه خلينا من الاعتبارات الاقتصادية والحرب الجانبية ولكن لي أصلا يقدم على هذا القرار ويمنع عملية العبور لأنها تمر من اسمه من الموانئ الإسبانية هذا نظام أشخاص عديمين مسؤولية ما عندهم قرام من المسؤولية لأنهم لم يفكروا في الشعب المغربي المهجر أصلا ذاك الشعب المغربي اللي أصلا ما هازر هايك الزريبة إلى أن اللي أقفلت في وجهه الأبواب الآن ميشل إسبانيا واحتضنته إسبانيا ولخالك شي ما خلته يعد له وعاد كيف وكيف البشار عنده اللي بغاية تقدم الجنسية تقدم الجنسية اللي عنده ساكن واكل شارب قاري مسافر متبرع ويرسل ويرسل لأهلو ذو كل اللي عايشين في الزريبة كذلك الزريبة تمنع استعمال الموانئ الإسبانية معناه على أنها راني داخلها في حرب مع إسبانيا ورحنا راني أقوى منك وراني ممكن على أن نستعملوا نستعملوا ضدك سلاح مع عملية مرحبة واش أنتم ما عندكم شي عقل والله ما عندكم شي عقل واش عندكم شي بوصلة والله فاقدين البوصلة واش أنتم ما وصلتوا إلى هذه الدرجة الكبيرة من الارتباك اللي من خلالها لا تميزون بأنكم ركمون دولة أو زريبة ضعيفة جدا ضعيفة 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 رأي اليوم حد يعدلكم كفتاك واتطيحوا رأي خاصكم غردح هي بسيطة واتطيحوا وما عندكم لا اقتصاد لا تعليم لا صحة لا فلاحة لا ثروات لا ديمقراطية لا قانون لا قضاء لا حتى حاجة حتى حاجة رأي يعدلو لكم حد تجيكم اليوم لاريح شوي وتلوحكم قاعدين اليوم تتحدى وسبانيا وديرا روسكم زعبانا لكم رأيكم حتى أنتم أقوية وعندكم شي سلاح تقدروا تستعملوه اللي هي عملية مرحبة ما تزوز من المواليد الإسبانية اللي بغا يمشي يجينا من ميناء إيطاليا والله يجينا من ميناء فرنسا هذا المهاجر المغربي هذا المهاجر المغربي اللي اليوم عاد مفروض عليه مثلا في التذاكر كان الآن عاد تظهر التذاكر الخاصة بهذه الرحلات مثلا هذا ميناء ست ميناء ست أنا عارف كان واضحها لكم ولا لا هذا ميناء ست ما نظن عنه واضح لكم التذكير اليوم التذكير اليوم كاينة بين ست ميناء ست وميناء الناظر بل 2780 أورو 2780 أورو بدنا نقوله تقريبا ماشية لـ 30 ألف درهم هي 3 ملايين سنتيم تذكير يعني هذه الزريبة اليوم اللي داخلة يعني داخلة في هذا الحرب يعني هذه الزريبة اللي داخلة في حرب اليوم مع أسبانيا واللي مشات لهذه خطوات خطوات الموانئ بسببها عادت التذكير من ست من ست من ميناء ست إلى ميناء الناظر 2780 أورو التذكير من مارسيليا التانجامات كم كم 3439 يورو 3439 يورو تقريبا ماشية 35 ألف درهم التذكير من ست الطانجة المتوسط ماللي كذلك 3923 يورو اللي تقريبا ماشية لـ 4 ملايين سنتيم ما أتكلمنا علىité مصاري في الرحلة من سبانيا إلى فرنسا والله من سبانيا إلى إيطاليا ما أتكلمنا عنها ما أتكلمنا عنها يعني القازوال والأكل والشرب والطروت وزيد والتركاء وكذا وزيد عليها على أنك هي تركب من إيطاليا ولا تركب من فرنسا شوف كاملة يشلوت فيك البعط الى أن ترحق الطانجة وشوف مالي مترحق الطانجة شو كاملة يترحق داره لك واش بالله عليكم واش هذو مسؤولين واش هذو يستحقوا اليوم على انه يقول يقول انسان بانهم هذو هما هذو هما اللي يقودون المغرب واش هذو بالله عليكم كين حد يطرح عليهم السؤال يقول لهم لماذا تقومون بهذا الامر شو بغيتو من خلال هذا الامر او شنه اللي كنتو باغين من موضوع سبانيا قولونا يا اللي تحكبوا الزريبة يا اللي تسيروا الزريبة قولونا بالواضح قولونا احنا ش كنا باغين من سبانيا قولوها بالواضح واش كنتو باغينها على انها ما تدخل الرئيس براهيم غالي الاراضيها واش كنتو باغين باغينها تحبس الرئيس براهيم غالي وخبيدوني قانون واش كنتو باغين فقط تخلقوا مشكلة مع اسبانيا اعطونا اعطونا الجواب او حد يطرح عليهم السؤال يا الشعب المغربي يا الشعب الساكت يا الشعب الصامت يا الشعب اللي انت كل ساعة واكل الحصاء العاصاء واكل ما يخالك خرطة ما هي جايتك من كل بلد وانت كون حال فما كساك تتفرج فيهم وهم يفعلون فيك ما يشاءون يتصرفون معاكم كيف ما يشاءون هذي موضوع العبور ماش يمعهم موضوع الماليك والله موضوع فلان والله عيلان في وزارة الداخلية والله موضوع المزارة الخارجية والله موضوع الجالية هذا ليس موضوع موضوع هذا موضوع المغاربة هذا يهم المغاربة هذا يهم موضوع المغاربة ونتحدى المغاربة اليوم هون المهاجرين المغاربة نتحدىهم يمشوا عدوا مظاهرات قدام السفارات المغربية يقولون النظام المغربي كافة من هذا التخاربيق كافة من هذا التخاربيق ها انتو مداخل الحرب مع اسبانيا وما خالق شي ما جيشتوه ضد اسبانيا ولكن شنو ذنب نحن نخلصوا ليبيه باربعة مليون بسنتيم شنو ذنب نحن اشتراب حين احنا كشعب من هذه المعارك اللي تخوضوها انتوما هي معارك وهمية تخوضونها مع اسبانيا ومع المانيا ومع الدول الاخرى احنا ما موقعنا من كل هذه المعارك اللي تدخلوها مجانا بيدون اي مصلحة والله إلا قبلت إلا قبلت يا المهاجر المغربي إلا قبلت على نفسك لأنك تكون أداة كذلك وتبقى تتفرج وتفرج وخلص البيئة باربعة مليون والساعة اللي تعود جاي كذلك يخلص أربعة مليون وسكت إلا عادة عندك باش تخلصها يك تخرجونا في مظاهرات في فرنسا وتخرجونا في مظاهرات في ملجيكا وفي اسبانيا بالخصوص ويلا خرجوا مظاهرات ضد السفارتكم نقول لهم بأنه هؤلاء ما أوقفوا هذا العبث ونعرفكم فعلا رجال ونعرفكم بأنكم مغاربة أحرار تحبوا بلادكم وتحبوا وطنكم ولا يمكن أن يمنعكم أحد من وطنكم ولا عاد شي واحد حد بغي يعبث بوطنكم تقولوا له قف توقف بارك علينا من هذا العبث لأنك أنت تتخلص في هذا المكان من أجل ماذا من أجل أنك تخدم نحن مش يتخلق مننا المشاكل اليوم مش كله رابح في هذا الموضوع تقولوا لي غارش كله رابح لا الملك رابح ولا البرويتة رابح ولا الخارجية رابحة ولا المخابرات رابحة ولا حد رابح ولا حد نتكلم بعد بعلاقتكم تكونوا مع أسبانيا رهما لا واحد منكم رابح لا الجارية المغربية رابحة العكس خاسرة اليوم اليوم لما تخلص التذكرة بـ 3,500 و 3,500 و 3,900 من أجل باش تقول لك المغرب يضغط على أسبانيا ما عند المغرب باش يضغط على أسبانيا ما عنده عنده الفقر عنده القاصرين عنده البيطالة عنده باش لي يضغط على أسبانيا يضغط عليها باسم وراها تكفر العبور من الموانئ الإسبانيا الاتحاد الأوروبي الضامن مع أسبانيا يعطيها مساعدات رعيها تخطات الصيف بخار والخير واش تربحتوا انتم يلا اش تربحتوا الشفاوي الانتصارات الوهمية بنبطوش يا وخليكم معه بنبطوش اتبعوا بنبطوش ان شاء الله الرحمن الرحيم يلوحكم في البحر تحياتي لكم وإلى الاقتصار ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر لا تنسوا مشاركته والناس اللي تابعونا في اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك في القناة وحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة